طيب من ضمن الحاجات اللي كان بيتكلم فيها الرئيس برضو هي مسألة الاهتمام بالحرف وأصحاب الصناعات الحرفية وتكلم فيها الحقيقة مع وزرط الصناعة في هذا الموضوع وتكلمه على مسألة ضرورة أن الدولة تسهل الإجراء للناس علشان تقدر تحصل على المصانع الجديدة أو القطع اللي هتقام عليها المصانع والوزير قالت من الوارد جدا أن الشخص يحصل على أكتر من قطع لو دراست الجدوى بتاعته تسمح بذلك أنا كان لفت للنظر ليا حاجتين أول حاجة كرست الشروط كان سعرها كام وبقت كام وكان برضو لفت للنظر ليا مسألة تكليف القياسات المعيارية اللي تم إلغاءها دي هنا الدولة مش بس مركزة على صناعات كبرى ده هي الدولة بتركز على صناعة الورش لو صح التعبير صحي كده؟ رحضة كبيرة طبعا النهاردة سبب إثارة هذا الموضوع هو موضوع يبدو خارج عن النقاش العام اللي هو متعلق به الإسكان والمساكن وتكلفة الإسكان والدعم والتنظيم الأسرة النهاردة أحد المواطنين سأل السيد الرئيس سأل له أنا عندي خمس أو أربع بنات وولد وعندي مشكلة متعلقة أنه هو قبل ما ينتقل إلى المكان الراقي المجهز والمخطط كان بيشتغل في لف مواتير خلطات وحاجات زي كانت فبيقول أنا روحت مكان جيد جدا بس لكن فقدت عمل أنا ما عنديش عمل فأعمل إيه هل فيه إمكانية أن الدولة تبتدى تقصص لنا كحرفين الأماكن لتحت الكباري فالرئيس يعني جاوبه إجابة جاهدة جدا قال له يعني هنحل مشكلتك أنت إكرامة للبنات لكن الجزء التاني اللي هو المتعلق به ما فيه أكتر من حد فيه ناس كتيرة اللي هم كانوا زي الحظتك لو تذكر الورش الحرفين اللي هي موجودة كانت في حتة وسط السكان وتم نقلهم إلى أماكن قد لا يكون فيها ورش مماثلة أو عدد كافي من الورش يشتغل فيها فهو الرئيس قال طيب ما الكباري دي إحنا عملناها الناس كتيرة ما كانتش بتستغلها قبل كاته أنت بدأت تستغل عدد كبير من الكباري عشان من أول بتتعمل محلات كافتريات و ورش فممكن يتم التوصح فيها وتفيد ناس كتيرة جدا دي المرعب بس طبعا يتم الموازنة ما بين نشاطها وحياة الناس طبعا وده نقطة مهمة